تكتسب العلاقات السعودية الفرنسية أهمية خاصة في ذل تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الأراء وتنسيق المواقف بين المملكة والدول الصديقة التي تتبوأ فيها فرنسا موقعا متميزا التقرير التالي وسأضط الضوء على تطور العلاقات بين الرياض وباريس سجل حافل بالزيارات التاريخية المتبادلة بين زعماء البلدين العام 1967 كان شاهدا على لقاء تاريخي هو الأول من نوعه جمع الزعيمين الملك فيصل والرئيس الفرنسي شارل ديغول تلك الزيارة التي عزز تواصل العلاقة بين الرياض وباريس قبل أن يشهد العام 1973 ميلادية زيارة أخرى للملك فيصل في عهد الرئيس جورج بومبيدو الملك خالد زر فرنسا مرتين خلال عامي 78 و81 فيما كان السجل الزيارات حافلا بأربع زيارات للملك فهد حينما كان وليا للعهد وبعدما عين ملكا عام 1984 الملك عبدالله بن عبدالعزيز زار باريس عدة مرات عندما كان وليا للعهد وكانت الزيارة الأولى في عام 1981 ثم في عام 1985 وعام 1998 كما وصفت الزيارة التي قام بها الملك عبدالله في أبريل عام 2006 بالتاريخية حينها خرق الرئيس الفرنسي جاك شيراك قواعد البروتوكولات في مراسيم الاستقبال والتوديع الأمير سلطان بن عبدالعزيز زار فرنسا عدة مرات منذ عام 1983 كما اجتمع مع الرئيس الفرنسي فرانسوان متران عام 1986 وتكررت زيارات الأمير سلطان لباريس عام 1997 و99 فرنسيا زار جاك شيراك الرياض أكثر من مرة كانت في عام 96 و2001 عام 2005 قام الرئيس الفرنسي جاك شيراك على رأس وفد كبير بزيارة إلى المملكة لتقديم التعازي في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله واستمر جسر التواصل ممتدا بين الرياض وباريس حيث استقبل الرئيس الفرنسي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في الثامن والعشرين من مايو عام 2013 قبل أن يشهد العام الماضي وتحديدا في سبتمبر زيارة رسمية للملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان وليا للعهد كان على رأس مستقبليه حينها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ولم تكن دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لزيارة الرياض ضيف شرف على القمة التشاورية لمجلس التعاون الخليجي في الخامس من مايو الماضي مفاجئة لمراقبي السياسة على الرغم من كون هذه الدعوة سابقة في تاريخ قمم المجلس وشرفا دبلوماسيا لم يحظى به أي زعيم دولة غربية من قبل عبدالرحمن بن مزيد الإخبارية